ذكرت لنا أستاذ أحمد ديوان الشعر المصري يعني وما يحمل من تعب وسلسلة تاريخية يمكن من الأحداث أدي أخذ معاك وقت يمكن في تحضير هذا الديوان شوفي الأربعة كتب تحمل اسمي ولكن هناك خمسون حتى الآن خمسون أكاديمياً وشاعراً من مصر والبلدان العربية سيكتبون عن شعراء مصري أنت تعرفين عمر بن الفارد من شعراء مصر ولكن أنا يعني يقال إن أنا بتاع تصوف يعني هناك ابن الكيزاني صاحب الطريقة الكيزانية أنا لم أكن أسمع به من قبل وله ديوان مهم جداً من كبار الشعراء هذا سيصدر طبعاً معاقب إنتائي المعرض نحن نكتشف أسماء هي ليست جديدة لكن كانت مهمة في زمانها يعني ابن سنقى الملك يعني صدر الكتاب الذي كتب عنه كتبه كاتب أكاديمي سوري صدر سنة 60 يسميه أمير الشعراء المشرق يعني يعني كان هو مش يسميه كان هو اسمه في ذلك الزمان يعني أمير الشعراء المشرق طب لماذا هذه الأسماء مختفية يعني حضرتك يعني لماذا يعني ونحن عندنا دائماً معارض مش بس في مصر في الأردن في الدول العربية كثيرة معارض للكتاب وللكلمة لماذا تختفي هذه الأسماء اللي هي في الأصل هي معدن دولنا العربية وشعرنا العربية لأنه أولاً يعني لو لم تستضفيني أنا الآن لا أحد مثلاً يا سيار أحمد الشهاد لكن أيضاً لأنه لم يدرس في المدارس الإعدادية والثانوية ثم الجامعة في المناهج التعلمية في المناهج التعلمية ولكن في أساتذة الجامعات وزارة الثقافة لماذا لا يتم حصر شعراء والتاريخ يعني هذا دور كليل الدكتور أحمد بهيددين هو الذي اقترح هذا المشروع علي ونفذته لو لم يقترح هذا المشروع علي لما نفذ ولما يعني الأمر كلها اكتهدات شخصية أو سيدة الشخصية إذا اكتهدت فأنت ستقدمين إذا لم تكتوب كتابك أنت كتابك الشخصي لا أحد سينظر إلى سين أو صاد يعني يمكن أستاذ أحمد عميحكي بشكل عام بصير عدم محدودية بمصادر الشعر وإذا نتحدث تحديدا اليوم عن الشعر المصري والشعر المصري هو شعر عربي يعني الأردن العراق فلسطين كل أدول عربية بالمناسبة هؤلاء الشعاء الذين درستهم أو قدمتهم كانوا يعيشون ما بين الشام ما بين فلسطين ويعودون إلى القاهرة كانت المسألة لم تكن فكرة الحدود موجودة في ذلك الزبق كانت أنها كانت أيام الخلافة الإسلامية وأيضا دعيني بس أذكر نحن نحتفل في هذا المعرض بنازك الملائكة رائدة الشعر الحديث إذا لم نقدمها إلى القارئ الجديد لن يسأل أحد من تكون نازك الملائكة يعني أنا أعرف شخصية مهمة تقول من نازك الملائكة فما بالك القراء الجدد أو الشباب نازك الملائكة عاشت لا بد من مجهود يعني إحنا نشكر بيت للكل نهاردة